حكايات إشارات المرور شروق طفلة صغيرة تعودت على حب النظام والالتزام به وذات يوم بينما هي في الطريق إلى مدرستها القريبة من منزلها وقفت أمام إشارات المرور تنتظر أن يصير الضوء الأخضر للراجلين انتظرت شروق وانتظرت لكن الضوء لم يتغير وبقيت السيارات تمر وتمر شروق تنتظر وتنتظر سألت شروق الضوء الأحمر ما بك أيها الضوء الأحمر لما لا تطرق فرصة للدوء الأخضر كي يشتعل ويسمح لي بالمرور وأصل إلى مدرستي في الوقت المناسب أجابها الضوء الأحمر سامحني أيتها الطفلة الجميلة مصباح الضوء الأخضر معطى حزنت شروق لهذا الأمر وراحت تفكر كيف تمر بأمان إلى الرصيف الآخر يا إلهي ماذا أفعل؟ أريد المرور سأتأخر عن مدرستي في تلك اللحظة ظهرت لها الشرطية المرور ووقفت بحيث يراها الجميع وشرعت في تنظيم حركة السير بحركات يدها توجهت شروق بهدوء نحو الشرطية حيث إذا اقتربت منها نادتها يا سيدة الشرطية أريد العبور إلى الرصيف الآخر غير أن الضوء الأخضر معطى قد أخبرني بذلك الضوء الأحمر هل تساعدينني لأمر؟ كي لا أتأخر عن موعد الدخول إلى قسمي ابتسمت الشرطية واستجابت لدعوة شروق فأوقفت حركة المرور من الجهة الأخرى بحركة من يدها وساعدت شروق ومن معها على العبور بأمان استعدت شروق للمرور وقد بدت عليها علاماته الفرحة وهي تقول للشرطية شكرا يا سيدة الشرطية الآن سأعبر في أمان إلى الرصيف الآخر ولن أتأخر عن دخول قسمي شكرت الشرطية بدورها الفتاة الصغيرة وهي تقدم لها التحية وحين كانت شروق تعبر إلى الرصيف الآخر سألت الضوء البرتقالي وأنت أيها الضوء البرتقالي ما دورك في تنظيم المرور؟ أنا يا صغيرة أنبه السائقين ليستعدوا للتوقف لأن الدوء الأحمر سيأتي من بعدي حين وصلت شروق إلى الرصيف الآخر شكرت الأضواء الثلاثة وعبرت الطريق نحو مدرستها وهي تردد احترام أضواء السير بألوانها الثلاثة واحترام الحياة